حتى اللحظة ورغم أنه لم يمضي عليها سوى أيام إلا أن جميع المؤشرات تبشر بالخير هذه هي الحكومة العراقية الجديدة التي بدأ رئيسها مصطفى الكاظمي ووزراؤها بإجراءات تصحيحية قوية لاقت استحسان الشارع العراقي وها هو وزير الداخلية الفريق أول الركن عثمان الغانمي يؤكد أن نهجه في إدارة الوزارة سيكون من مبدأ الشرطة في خدمة الشعب والنزاهة أولا نهج في إدارة الوزارة سيكون شعارنا اثنين الشرطة في خدمة الشعب والنزاهة أولا الغانمي لم يقف عند رسم مسار نهج وزارته وحسب بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين أكد أنه سيقطع كل يد تحاول العبث بهيبة الوزارة وأمن المواطن وأن المناصب تكليف لا تشريف وأن زمن المتاجرة بها قد ولّى إلى حيث لا رجعه قد ما يكون يكون زاهد في الدنيا زاهد ما يعني ما يمد إدارة سنكون صريحين إيدة تكون بيضاء لا يحاول يلتف ويشتري المنصب أنا أتحدث بصراحة مفرد ويقفز يأخذ مكان شخص نزيل هذا الحج من اليوم انتهى فليسوه هيتش ييد أقطعها في القانون ولأن الغانمي من المشهود لهم بالكفاءة والقوة وممن لا يخافون في الوطن لوم تلائم ها هو يؤكد أنه سيقود معركة شريسة ضد الفساد والمفسدين لإيمانه المطلق بأن الفساد آفة لا تقل خطورة عن خطورة آفة الإرهاب في دمار البلاد الفساد لا يقل عن الإرهاب تأثيراً على البلد وعلى أمن البلد بل يفتك بالبلد المفسد اللي بالداخل مستعد يسوي كل شيء للبلد بس الإرهابي إذا خرق ودخل للحدود يقدر يسوي بس عبر الحدود ما يقدر يسوي شيء إذن الفساد آفة كبيرة الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة بالأخير دمار البلد ودمار المواطن وفقة انتقة المواطن خطوات على المسارات الصحيحة تخطوها حكومة الكاظمي إذن لرسم مستقبل طالما حلم به العراقيون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر